منذ أن وصل سيف الدين قطز للسلطة في مصر والأخبار تتوالى عن اقتحام التتار للشام واستباحتهم للمدينة تلو الأخرى في طريقهم إلى مصر حتى وصلت رسلهم ووقفت أمام قطز وهو في أيامه الأولى على عرشه تقرأ الرسالة الآتية من ملك الملوك شرقا وغربا القائد الأعظم باسمك اللهم باسط الأرض ورافع السماء نعلم أمير مصر قطز الذي هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا إلى هذه الأرض بعد أن بيعوا إلى التجار بأبخس الأثمان سلموا إلينا الأمر تسلموا قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا وقد سمعتم أننا خربنا البلاد وقتلنا العباد فخيولنا سوابق وسيوفنا صواعق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال فلا تهلكوا أنفسكم بأيديكم وفي آخر الرسالة حذره من أن يلقى مصير الخلافة العباسية المنكورة في بغداد فما كان من قطز إلا أن رد على الرسالة ردا عملية حيث قتل رسل هولاكو وعلقهم على أبواب القاهرة ثم نادى في البلاد للخروج لحرب التتار فاستجاب له جند من مصر ومن الشام واجتمع تحت يديه قرابة أربعين ألفا من الجند والتقى بالتتار عند عين جالوت من أرض فلسطين واشتعل القتال بين الطرفين وانطلق جيش التتار في حملة شديدة كادوا أن يكسروا فيها جيش المسلمين فما إن رأى قطز ذلك حتى نزل عن فرسه وخلع عنه خوذته في وسط المعركة صائحة وإسلاماه فإذا بجند الإسلام ينقضون على جيش التتار فتنكسر هجمتهم وتتخلخل صفوفهم وينهزم جيشهم لأول مرة منذ خروجهم لغزو أمة الإسلام وزال خطرهم واستقر حكم قطز في كل من مصر والشام وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير عمر شاب صالح تقي يسكن بالعاصمة بعد تخرجه من الجامعة بحث طويلا عن عمل يقدر إمكانياته ومواهبه حتى تم قبوله بشركة أجنبية تبعد عن العاصمة خمسمائة كيلومتر ففرح كثيرا لأنه سيستطيع من خلال هذه الوظيفة تجهيز أخته الشابة والإنفاق على أمه وأخيه الصغير بعد مرض والده وعدم استطاعته العمل وفي إحدى إجازات عمر التي تستمر أربعة أيام كل شهر علم فجأة من شقيقته أن خطيبها حدد موعد الزفاف مع والدها وسيكون بعد أسبوع واحد نظرا لسفر خطيبها فحزن عمر كثيرا لأنه كان يريد حضور حفل الزفاف كما حزنت أخته وحاولت تأجيل الزفاف لأجازة أخيها المقبلة ولكنها لم تستطع وبعد انتهاء إجازة عمر ركب الحافلة للعودة إلى عمله بالشركة الأجنبية الصارمة في مواعيدها وكان قلبه يعتصر ألما لعدم حضور زفاف أخته الذي سيتم بعد ثلاثة أيام ومع تحرك الحافلة على صوت السائق هناك راكم لم يدفع أجرته وهي مئة جنيه بدأ الركاب ينظرون لبعضهم البعض حينها جاء راكم إلى عمر وقال له أتوسل إليك ادفع لي الأجرة فقد فقدت حافظة نقودي ولم أعرف إلا الآن تذكر عمر قول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وبكل شهامة دفع الأجرة المتبقية للسائق وأعطى الراكب مئة جنيه أخرى لينفق منها فدعا له الراكب دعوات أدخلت البهجة إلى قلبه وفي هذه اللحظة تلقى عمر اتصالا من مديره في العمل وبعد أن علم المدير أن عمر يستقل الحافلة وفي الطريق إليه قال له عد إلى العاصمة الآن واذهب إلى المطبعة التي نتعامل معها وفي الموعد الذي ستحدده لك استلم المطبوعات وعود إلينا وسامحنا لأن من سيقوم بهذا العمل مريض في هذه اللحظة بكى عمر من فرحته وأدرك تماما ما يعنيه جبر الخواطر وأن على الإنسان أن لا يستصير الخير فهو لا يعلم أي عمل سوف ينجيه أو سيكون شفيعا له عند ربه نزل عمر من الحافلة وعلم من المطبعة أن الأوراق سيتم تسليمها بعد خمسة أيام فحضر زفاف أخته وشكر الله على تدبيره الذي أسعده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا مونة فتاة تعمل ممرضة بمستشفى خاص تعرفت على الشاب وأحبته كثيرا وعندما تقدم لأهلها لخطبتها سأل الأب عنه وعرف أنه لا يتق الله فرفض الخطوبة ولكن مونة أصرت على زواجه دون موافقة والدها فذكرها الأب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رضى الرب في رضى الوالدين وسخطه في سخطهما ولكنها أصرت على موقفها وتم الزواج وقاطعت الأسرة ابنتها وبعد شهر واحد جاء لمونة عقد عمل بدولة خليجية فترددت ولكن الزوج حرضها على التعاقد فورا كما ألحت عليها زميلتها في العمل باستغلال هذه الفرصة وسافرت مونة دون محرم ومر عليها العام الأول ثقيلا مملة فأبدت لزوج رغبتها في العودة وتنهي تعاقدها لتعيش معه وتحقق أملها في إنجاب أطفال فرفض طلبها وحثها على الاستمرار والصبر على الغربة أملا في تحقيق منزل جميل وسيارة فارهة وحساب في البنك فاستمرت في غربتها وأخذت ترسل راتبها له وبعد ثلاثة أعوام من الغربة فوجئت مونة بوالدها يتصل بها ويطلب منها مبلغا كبيرا يحتاج إليه ففرحت كثيرا وأرسلت له مرتب عام كامل اقترضته من إدارة المستشفى على أن تسدده من راتبها وبعد خمس سنوات من الغربة استقلت مونة طائرة للعودة وفي المطار لم تجد زوجها في استقبالها فتوجهت للبيت ودقت جارس الباب ففتحت لها سيدة تحمل طفلة ويمسك بثوبها آخر وعندما دققت النظر فيها وجدت زميلتها في العمل وأخبرتها أنها تزوج زوجها بعد أن طلقها غيابيا فأغمي عليها وعندما أفاقت وجدت نفسها في بيت أهلها يعاملونها بكل حب فاعتذرت لوالديها وأخبرتهما أنها وبرغم فقدانها لكل شيء إلا أن ما فقدته لا يساوي حضنا من أحضانهما وأنها دفعت ثمن عصيانهما وتمسكها برجل خادع فافتسم الأب وقال لها لم تفقي لي كل شيء فالمبلغ الكبير الذي أرسلته لي ادخرته لك بعدما علمت بأن زوجك ينفق ما ترسليه على المخدرات والخمور وقد دفع ثمن غدره بك عندما تم القبض عليه وإلقائه بالسجن لشروعه في قتل صديق له وهو مخمور والآن أمامك الفرصة لتعوض ما فاتك بالتوبة إلى الله وإرضائه دائما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم شكرا